مرشح رئاسي بتعم جيفارا وقف في وجه لصوص الخسخصة وحيتان الاحتكار وتصدى لسطوة الكبار لم يكن يملك إلا دعوات الغلابة وآلام العمال المشردين وبصيص من أمل وفي لحظة حاسمة تفجرت دموعه فرحاً وهو يعلن نصرة العمال وعودت الشركات إلى ملكية الشعب هو الأستاذ الحقوقي خالد علي أهلا وسهلا أهلا بك نحن نقول المحامي ولا الحقوقي ولا المحامي الأول عن حقوق الشعب المصري والعمال ولا المواطن رقم واحد المؤمن بقضايا الغلابة والفقراء وأنا عجبني جدا أنت كان لك لقاء في الشروق أزون منذ أيام لقاء جميل جدا لو نقدر ننازل الصورة العنوان يعني توقفت قدامه إن إحنا مش بنحارب الفقر لكننا نحارب سياسات الإفقار سياسات الإفقار وده بالضبط يعني توصيف دقيق جدا لأننا عم يومة مصر فيها الناس تحت حد الفقر 40 مليون تحت حد الفقر الناس فقيرة الناس مش لقية تاكل لا هي فعلا مش الفقر هو عدوان ومصر مش فقيرة ومصر مش احنا اكتشفنا اكتشفنا يا أستاذي إن مصر يعني فيها خزائن الأرض فسياسات الإفقار احنا هنيجي للشعار الجميل ده وتشرح لنا بس لازم نسأل متى جاء القرار وانت كنت تضيف عندنا ورفضت ترد عليه لما قلتلك هترشح نفسك هترشح نفسك فابتسمتلي الابتسامة دي وكانت المفاجأة يعني أنا قلت متى جاء القرار في أكتر من برنامج وفي محطات ساعدتني أن أنا أحسم القرار ده مشاهد من حياتي يعني ومواقف عشتها لكن عموما القرار في حد ذاته هي وسيلة من وسائل الدفاع عن نفس القضية اللي أنا بأؤمن بيها طول حياتي وطول عمري لحد دلوقتي هي الدفاع عن حقوق البسطة والحق فيه وجود مجتمع بجد فيه تنمية حقيقية تفتح الباب أمان جميع المبادرات داخل هذا المجتمع بتعتمد على إطلاق كل الطاقات في هذا المجتمع أنا أبدافع عن البسطة وبدفع عن الفلاحين والعمال لكن في نفس الوقت أنا محامي ومسؤول كمان في الدفاع عن الطبقة المتوسطة ووجودي ليس فيه عدوان على أحد ولكن وجودي وترشيحي هو في الأساس من أجل دعم العدلة الاجتماعية والقضاء على الفساد ومحاولة خلق تنمية حقيقية واقتصاد حقيقي وليس اقتصادهش أنت تضحت الصورة بالنسبة لك أن أنت العدلة الاجتماعية أن أنت ضد الفساد دلوقت في المرحلة وإحنا عاديين وإنت مرشح نفسك للرئاسة لكن اللي وصلك لهذا اليقين واللي وصلك لهذه القناعة وأن ده هدفك الواضح في حياتك اللي وصلك ليه طريق طويل زي ما كان عبد الحليم بيغني يقول فوق الشوك مشاني زماني يعني أنت كفحت وتعبت وبدأت رحلة طويلة جدا من القرية وحتى التحقت بالجامعة وكانت أظن التحقت بجامعة الزقذي لأنها كانت أقرب أقرب جامعة حدثك من قرية ميتة عيش مركز مدغمر محافظة أهل ميتة عيش على فكرة اسمها لازم يدعو للتفاؤل هي هو يدعو للتفاؤل طبعا بلدنا هي بلد جميل أوي الاسم بلد 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 عبد المعبود الجبيلي وده كان وزير سابق وبلد سيف الغزالي كان أحد قيادات الوفد والحجة زينب الغزالي أحد قيادات الإخوان المسلمين وشهدي عطية الشفعي أحد أبرز قيادات الحركة اليسارية المصرية طب ومن شهدي عطية أنت خدت المصر؟ بلدنا عاملة زي مصر بلدنا من أبرز البلاد اللي طول الوقت فيها تنوع ثقافي وتنوع ديني إحنا عندنا مسلمين ومسيحيين عندنا كنيسة كبيرة تعد من كبرى الكنائس في المنصورة وفي نفس الوقت طبعا عندنا مساجد الحمد لله عمرنا مشاهدنا في بلدنا أي نزاع طائفي دايما في تعاون بنا وبين الإخوة المسيحين أنا نفسي تعلمت في الابتدائي في مدرسة مسيحية أنا والعديد من زملائي تعلمت في مدرسة مسيحية طبعا وكانت النظرة نظرة مسيحية وكنا القبرة نبيلة كنا بنحبها جميعا وفي نفس الوقت عمرنا ما حسنا بفرقة بيننا وبين بعضنا أبدا وما كانش فيه أي غضادة أنه يعني بلدنا دايما بيتقال فيه أنه فيه عدين للمسلمين